السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل كورس بتاعنا بيزنس انتليجنس وداتا فيجوليزيشن يوزنج تابلو. النهاردة هنتكلم عن السيزوناليتي. ايه هي السيزوناليتي اللي هي الموسمية. طبعا قبل ما نبدأ ده الاكاونت بتاعي لحوية انت تعمل لي follow او تشوفوا المحتوي اللي انا بنزله على linkedin. طيب ايه السيزوناليتي. السيزوناليتي دي ان انا بطلع اللي احنا بنسميها ايه الموسمية. عارف انت لما تلاقي مثلا الناس بتقولك ده ده الموسم بتاع ده الصيف ده موسم مش عارف فاكهة ايه. ليه? لان ده اكتر موسم هم بيبيعوا فيه من من يعني من البرودكت بتاعهم اين كان البرودكت ده ايه. لما اسم تقول لاجهزة كهربائية مش عارف مثلا برضو قبل الصيف عشان الناس اللي بتتجوز وي وي وي. فانت دايما بتحاول انت تشوف مثلا السيزوناليتي ديت في السيلز بتاعتك. فتعالا ناخد السيلز اه وناخد الوردر ديت. حلو عندنا لير كده مثلا تعني فردها. وعندنا الكورتر طيب انا عايزة بص على السي بالكورتر اللي احنا هنبص عليها بالمونس. اوكي? الموضوع بسيط جدا. جوة ابلو. انا هاخد الير دي وحطها بعد المونس كده. ايه اللي بان قدامي? هنعمل انتربيو. اللي باني قدامي ده هو السيزوناليتي. باي ايه? باي منسز. فلو بصنا كده هنلاقي مثلا ان انت بتتكلم على فبريوري. ففبريوري دايما في اغلب السنين باستثناء يعني 2017 يعني كان عالي شوية بس يعتبر اجمالا هو اقل شهر بيحصل فيه بيع. طيب على الناحية التانية عندك نوفمبر من اكتر الشهور اللي بيحصل فيها ايه? اللي بيحصل فيها بيع. فانت كده عملت السيزوناليتي او حدت السيزوناليتي واني مثلا اقل شهر كزا و اكتر شهر كزا. وبناء يعني ممكن تحدد خطط كتير يعني في مبيعاتك وخلافه. طيب اه ممكن نحط ايه جنب يعني بهارات كده يعني على الفيشوية. والله ممكن نحط الافريج لاين. لو جينا كده وحطينا الافريج لاين كده على البين. هلقي الافريج لاين ظهر لي على كل بين من دول. على كل شهر يعني. هروح على الافريج كده وهعمل ايديت. وهاجي على الليبل. وهقوله كاستيوم. حلو. وهكتب افريج حلو. شايف انت الساهم ده? الساهم ده كده ممكن تحط في ايه? value. يبان لك على طول اللي هي الايف? الافريج فاليو بتاعت كل شهر. فعارفين والله ان اه شهر جولاي ده الافريج بتاعنا في البيع على مدى الاربع سنين كان 36810. وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا بيبان لك وانا عندنا هنا شهر 14000. عندنا اكتر شهر كام? 88000. يتفاوت يعني عندك سبتمبر معاه. عندك ديسمبر معاه. يعني. طيب ايه تاني ممكن نبص عليه طيب. ممكن نبص برضه انت شايف انا مجزئها لك بالشهور طيب. تعال نبص على كده عليها يير اللي كده بناخد الير دي ونحطها على الكلورينج. ايه اللي بيحصل بها? شفت انت الافريج هنا قلب خط حلو. ممكن طبعا يعني لو انت عندك بينز بس احنا كنا عشان مقسمينها فكان في بينز ممكن تحط عليها الافريج يعني. فعندك هنا الافريج يقولك على مدى السيلز بتاعتك على مدى السينين كلها هو كام? هو 47000 وكذا. طيب برضه لو بصرنا هنا هنلاقي ان برضه هنا في سيزوناليتي في نوفمبر هي تقريبا برضه بنبيع منها اكتر شيء. ناحط تاني عندك هنا في فبراير برضك ايه اقل شيء. فكده نبقى ايه? نبقى تكلمنا عن السيزوناليتي. وتبقى دي كده نهاية السيزون بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمشاهدة